أهلاً ومرحباً بكم طلاب أحباء طلاب الصف الحادي عشر هذا هو الأسبوع الرابع عشر في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي ستكون موضوع دراستنا لهذا الأسبوع وكما قلنا سابقاً ستعتمد في هذا الأسبوع على مهارة البحث والتوثيق حيث ستكون هناك مهمة البحث في موضوع الوحدة الوطنية دعونا نبدأ باستذكار مهمات البحث والتوثيق كما يظهر أمامكم مهارات البحث والتوثيق فهي هذه المهارات التي ستكون هي أساس عملنا هذا الأسبوع مهارات البحث عزيزي الطالب هي القدرة التي يحملها الشخص لإنشاء مفاهيم جديدة وفهم استخدام جمع البيانات تشمل هذه المهارة تقنيات والتوثيق وتفسير البيانات التي تم جمعها ومن ثم وضع الفرضيات هذه المهارات الضرورية لتطوير معرفتنا وأيضاً تعزيز هذه المعرفة عند القيام بمشروع بحثي يجب عليك أن تمتلك مهارات مهمة لضمان نجاح هذه البحث ولضمان دقته أولاً مهارة إدارة الوقت إدارة الوقت هي مهارة بحثية أساسية تساعدك على تقسيم عملك إلى أجزاء يمكنك إدارتها بسهولة وبالطبع يجب أن تضع خطة موجهة نحو بحثك وتعين الوقت لكل مهمة من المهمات الجزئية مهارات الاتصال يعليك أن تفهم المعلومات وتتلقاها بشكل صحيح وتسمح الفرصة للمشاركة مع الآخرين بطريقة فعالة وبطريقة مفيدة الاستماع والتحدث الفعال هي مهارات حاسمة للتواصل القول حل المشكلات وتقسيمها إلى أجزاء صغيرة بمجرد فصلها إلى أجزاء يمكنك البدء بالتفكير في كل عنصر وتحليل جمع المعلومات والاهتمام بالتفاصيل أتعلم المعلومات ذات الصلة هي متاح تصميم البحث الجيد سيساعدك البحث على أن تصل إلى موارد موثوقة تجمع المعلومات من هناك على تعزيز اقتراح البحث الخاص بك ويدفعك إلى الحلول بشكل أسرع بمجرد أنك توصلت إلى المعلومات ومن الضروري إلى اهتمام بذلك كما يظهر أمامك عزيز الطالب الإسلام والوحدة الوطنية في هذا البحث وهذا الدرس سيكون لنا أهداف أولاً ستتعرف بيان الوحدة الوطنية وأهميتها أيضاً توضح توجيهات الإسلام لتحقيق الوحدة الوطنية ثلاثة الحرص على تمتين العلاقات بين أبناء الوطن الواحد هذه هي الخريطة المفاهمية التي ستنطلق من خلالها مفهوم الوحدة الوطنية وأهميتها توجيهات الإسلام لتحقيق الوحدة الوطنية أولاً تأكيد الأخوة الإسلامية والإنسانية تقبل الناس في أديانهم ومعتقداتهم وهذا مهم جداً عزيز الطالب أن نتقبل الناس إذا اختلفوا في ديننا وأيضاً بمعتقداتنا وأن نحترم ذلك محاربة كل صور التعصب والعنصرية بجميع أشكالها العنصرية عنصرية الجنس عنصرية اللون عنصرية الأصل عنصرية الدين عنصرية بجميع أشكالها هي مرفوضة بالإسلام ستدخل في هذه التفاصيل في خلال بحثك المساوات بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات سواء كان رجل امرأة مواطن غير ذلك أيضاً السعي إلى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع إلى هنا عزيزي الطالب أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة ترجمة نانسي قنقر